طبعاً يا هلا فيكم أصدقائي أصدقاء قناة Good Twins طبعاً أصدقائي إن شاء الله موضوع اليوم عن الصفحات الأساسية لأي موقع تمام؟ خلينا نطلع من هنا يا جماعة وندخل على هذه المدونة تخيل إنه هذه المدونة أنت أنشأتها من جديد وحابب تضيف الصفحات تبعتها طبعاً سواء كانت المدونة تبعتك عربي أو إنجليش أنت فيك تعمل الصفحات تبعتك تمام؟ أول شغلة يا جماعة بدي أدخل على المترجم تبع جوجل بالشكل هذا تمام؟ ثاني شغلة بدي أجي بدي أعمل عرض للمدونة تبعتي الرابطة جماعة تبع المدونة هادي بدي أجي بدي أقوله نسخ بالشكل هذا تمام؟ خلينا يا سيد العزيز أجي وأدخل على هذه الصفحة تمام؟ طبعاً اسم الموقع Joker XYZ تعليها هذه الصفحة يا جماعة أنا حدستها وجهزت 100% على أساس أنت تستغلها لو أنت لحظت هنا بيطلب منك شوية شغلات بس قبل ما نعمل أي حاجة خلينا أنزل لتحت بالأول لو أنت لحظت صديق العزيز تمام؟ أنا في عندي كود صفحة تتصل بنا لازم أنشئه مجرد ما أضغط عليه بكون نسخته وبدي أجي يا جماعة هادي وبدي أجي ألسق الكود تمام؟ خلينا أقوله نيو بيج يعني صفحة جديدة وبدي أدخل على تعديل الاتش تي أم أل هو أول وحدة تمام؟ لسخت الكود هنا خلينا أخذ اسم بس من الكود بالشكل هاد لو أنت لحظته أجيت وقلت له كوبي بالشكل هاد وهين لصقته هان طبعا أصدقائي بعد ما نشرت الكود أو لصقت الكود بدي أجي على الأوبشن هنا بدي أقوله بمنع التعليقات لأنه من سياسات جوجل أدسنز بتقولك يا عمي لو سمحت إحنا ما بدناش التعليقات تكون موجودة في الصفحات تمام؟ ماشي يا سيسو واللي تحتيها يا جماعة بدي أجي من الصح هذا الأول وبدأ أقوله نوندكس زائد نوت بي عشان أضمن قبول جوجل أدسنز بمعنى أنا اخترت الخيارين هدول عشان أنا بوصل صورة لروبوتات جوجل وبقولها لو سمحتي الصفحة هادي أنا ما بديش هيها تظهر في جوجل في نتائج البحث ما بديش هيها تكون موجودة طيب تمام؟ خلينا أغلق هادي هالوجت وبدأ أجي يا جماعة وبدأ أقوله نشر بالشكل هاد طبعا لو لاحظتوا يا أصدقائي أنا خلصت من أول شغلة عملت صفحة اتصل بنا بس لو أنا عملت عرض للمدونة صفحة مالها مش شغالة معي السبب أنه القالب لسه مش موجود طبعا أنا جزلي على قالب سيو بلاس خلينا أدخل على المظهر بالشكل هاد يا جماعة تمام؟ وأختار أي قالب عشوائي وأقوله تطبيق بالشكل هاد بعد ما اخترت قالب عشوائي بدي أجي أدخل على تعديل الـ HTML تمام؟ بالشكل هادا هيا سيسو تعديل الـ HTML هادا كل هيته ضيع لي مع ألف ألف سلامة طب سيسو بدي قالب التنظيف تعالي يا سيد العزيز على نفس الكود هان لو أنت لحظت أنا هيك هيك حتطلق قالب التنظيف هان على أساس تنسخه هاي ضغطة زر خلص نسخته يعطيه ألف ألف عافية تعال هاي لسق يا سيد العزيز وهيني هانا بدي أجي يا جماعة وبدأ أقول له حفز بالشكل هاد تمام؟ خلص حزفت قالب التنظيف كامل بدنا شيئا يا سيسو بعوض الله علي طيب يا بسوس أنا هل وقت أسيسو المدونة تبعتي يا عربي ولا إنجليش؟ طبعا أنا هانا ضيف لك قالب سيو بلس النسخة المجانية إذا أنت حابب تستغلها كنسخة عربية ما فيش أي مشكلة حابب تستغلها كنسخة إنجليش برضو ما فيش أي مشكلة طبعا أنا على افتراب بدي أجي بدي أحمل النسخة العربية يا جماعة تمام؟ خليني بس أضغط على كلمة تحميل ومباشرة هيحمل معي تمام؟ لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي طبعا يا جماعة أنا حملت النسخة تيم بدي أجي بدي أقول له يا سيد العزيز بدي النسخة العربية هاي تحديد الكل وهاي كوبي إجيت نسخة النسخة هادي تمام؟ أو حملت النسخة هادي هاي لصقة سيد العزيز وهي حفز بالشكل هات تمام؟ خلص حفز معي القالب الله يعطيه ألف ألف عافية تعا أعمل عرض للمدونة لو أنت لحظت خلص أنا حملت القالب هذا طيب تمام اسيسو بعد ما حملنا القالب تعايا سيد العزيز على الصفحات من تاني مين في عندي صفحة مهمة لازم أنشئها والله يا بسوس افتح لي صفحة بالأول الغيلة تعليقات تاني إشي تمام؟ هيني لغيت التعليقات ثالث إشي أعمل لي هادي يقيم لي إياه وعلم لي نون ديكس و نود بي بالشكل هدا وسدلي هادي يا سيد العزيز وتعلي هان على الكود مين في عندي كود مهم؟ كود صفحة الأرشيف بس اضغط عليه وهي كوبي وإجيت هانا يا جماعة هيني لصقته وبدي أخذ كاسم كلمة أرشيف نفسها هينسخ تمام؟ هيني لصقتها فوق بالشكل هاد وهي يا سيد العزيز بدي أنشر المقال هاد تمام؟ أو الصفحة هادي خلاص هيك هي مناسبة بالنسبة لجوجل أتسنز طيب تمام؟ هل أنا خلصت على هيك؟ طبعا لا بدي أجي يا جماعة هالوقت بدي أعمل عرض لصفحة اتصل بنا تمام؟ اجيت وعملت لها عرض انسخل الصفحة نفسها وتعلي يا سيد العزيز لفوق لو أنت ركزت هنا بقول لي أديني اسم المدونة ورابط المدونة ورابط صفحة اتصل بنا طبعا هاي رابط صفحة اتصل بنا ضفته بدي أجي أدخل هان وبد أنسخ له بس رابط المدونة تمام؟ عشان ألبي بالنسبة للطلاباته أنا بقول لي رابط المدونة اتفضل يا عم هاي لصق بالشكل هادا ضيل بقول لي يا سيسو بدي العنوان تبعك وين العنوان؟ على افتراض هدا هو عنوان المدونة هي كوبي تمام؟ وإجيت جماعة لصقته أول إشي كاسم للمدونة تبعتي طيب ممتاز على افتراض أن طبعا أنا لصقت الإسم خليني أجي أقوله توليد بالشكل هاد لو أنت لاحظت صديق العزيز أنا مديني كوديان هان الكود الأول اسمه سياسة خصوصية والكود الثاني اسمه شروط الاستخدام وحقوق النشر هات لي يا سيد العزيز كود سياسة خصوصية تمام؟ هي كوبي نسخة الكود تعلي على الصفحات من ثاني انشئ لي يا سيد العزيز صفحة ودرب لك التزم في كل إشي هنا بدي ألغي التعليقات زي ما أنتوا شايفين تمام؟ وفي اللي تحتها يا سيد العزيز بدي أقوله هنا نون ديكس ونود بي تمام؟ هنا يا سيد العزيز أغلقتهم وهين لصقت الكود تمام؟ هذا الكود يا جماعة لصقته اسمه صفحة سياسة الخصوصية طبعا بدي أنسخ الكلمة هذه يا جماعة أو العنوان وبدأ أدخل على المترجم تبع جوجل تمام؟ هنا لصقتها هنا اعكس للآية آه والله يا سيسو أداني الاسم اللي بدي إياه لهو الاسم الإنجليش تمام؟ هين لصقته هن شكرا إلك يا باشا تمام؟ هيا يا سيد العزيز نشر بالشكل هات طبعا لو لاحظته أنا قصدت أضيف الاسم إنجليش بعدين حضيفه عربي عشان أنا أكسب الاسم ويكون معي موجود وين؟ هان يا سيسو طيب تمام؟ هاتلي يا سيد العزيز هالوقت الاسم العربي هاي كوبي تمام؟ ادخلي جوا المدونة نفسها وعدلي الاسم من تاني لو أنت لحظتوا أصدقائي عملتوا كاسم عربي طبيعي 100% لو حدست المدونة تبعتي حيبين بالعربي هاي سياسته خصوصية لكن هان أنا أكسبته بالإنجليش هذا هو كل الطلب اللي بدي إياه كان الله يعطي ألف ألف عافية طبعا هالوقت يا جماعة بدي أجي كمان وبدأ أنسخ الصفحة التانية تمام؟ مين في عند الصفحة التانية؟ شروط الاستخدام حقوق النشر هيني نسختها طبعا هاي في صفحة جديدة بالشكل هاد وهيني لغيت التعليقات تمام؟ الله يعطي ألف ألف عافية وهنا بدي أقوله يا سيد العزيز نود ديكس ونود بي هيني ضغط عليهم بالشكل هاد وتعاقل سقل الكود هنا وشوف لي كلمة سياسة الاستخدام وين موجودة؟ والله يا بسوس حسب نيتك إذا كانت نيتك كويسة أكيد حتلاقيها هيا يا سيد العزيز كلمة سياسة النشر تمام؟ هاي كوبي بدأ أنسخها وأترجمها بالإنجليش نفس السيستم بالزبط تمام؟ هاي كوبي وهيني لسقط الاسم هنا تمام؟ وهيا يا سيد العزيز أحلى عملية نشر هالوقت هيا يا سيد العزيز نشرتها اعمل يا سيد السيسو اعمل عرض او والله عملت عرض وتمت طيب تمام؟ هاي كيتا بقدر أنسخ الاسم تاني من عربي تمام؟ أو من إنجليش وأقلبه العربي هان عادي خلاص هان يا سيد العزيز عدلته بالشكل هاد وانت يخلف عليك وانت كمان تعالي انت بيدك تعديل طبعا بدي أسميك اتصل بنا بما انه محتوية عربي طبعا يا جماعة لو كان المحتوى إنجليش بتضيف نفس الروابط لأنا ضفتها بس هنا بتختار من اللغة بدل العربية اكتب له الإنجليزية هيك انت بتكون عملت على الجهتين أتمنى يا أصدقائي تكون هادي الصورة وصلت تمام؟ هيك أنا بكون يا جماعة ضفت الصفحات تبعوني طبعا بدخل على التنسيق تمام؟ هي التنسيق رسيد العزيز وهي قسم الصفحات بدي أجي عليه بالشكل هاد بالنسبة للصفحة الرئيسية كل هذا زيلية وبس وخلي علامة لسلاش واضغط لحفظ بالشكل هاد الصفحة الثانية مين هي؟ مثلا سياسة النشر تمام؟ طبعا رابط الموقع من دون لسلاش بتشيله تمام؟ عشان أضيفه بالشكل هاد يطلع معي كود هيك وخلينا أقول له موافق خلاص سياسة النشر ضفتها سياسة الخصوصية نفس السيستم بالظبط رابط الموقع شلته وضغطت السيد العزيز سيف بالشكل هاد مين اللي بعده يا سيسو؟ هاي الأرشيف كمان جماعة نفس السيستم تمام؟ هين ضفته يا سيد العزيز وأوكي مين ضايل؟ والله يا بسوس ضايل بس كتكوت اللي آخر واحدة اللي هو تتصل بنا اللي هي أهم واحدة بالنسبة للقبول في جوجل أدسنز تمام؟ هين ضفتها بالشكل هاد وهي سيف بالشكل هاد ويعطيه ألف ألف عافية تعامل لعرض للمدونة لو أنت لاحظت يا أصدقائي هاي وما نضافه طبعا كلهم لازم أكونوا شغلات معك لو أنت لاحظت اسم المدونة تبعت اتنينات بحولنا على الصفحة الرئيسية مباشرة ملف الكوكيز يشغل 100% يا جماعة طبعا أتمنى يا أصدقائي أن أكون فدت ولو بإشي بسيط طيب تمام هانا يا سيسو أنا بدي ضايل ملف الروبوت تيكست للمدونة تبعتي عشان أنا مش عارف من وين بدي أجيبه إيش اللي أسوي بالزبط بصلي يا معلّام طبعا لو لاحظتوا يا أصدقائي كل الجسة بدي أجيبه أدخل على السيتينج تمام انزل لي نونة لتحت السيد العزيز لو أنا نزلت لتحت في عندي مكان خاص في الروبوت تيكست تمام هان مكتوبة كلمة روبوت تيكست طيب تمام اعمل لي عرض للمدونة تبعتك هاي عرض بدي أجيبه أقول له قص وبدأ أدخل برضو هان يا جماعة بدي أجيبه أقول له هاي لصق الكود تبعي وهي توليد بالشكل هاد هان زي ما انتوا شايفين بقولي نسخ كود ملف الروبوت تيكست تمام هين نسخته بدي أجيبه أقول له تعديل وبدأ أقول له لصق لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي طلع لي الملف أو الكود تبعا الروبوت تيكست كامل ما علي إلا أضغط سيف بالشكل هاد وأنا هيك بكون ضفته ماشي يا سيسو طيب هان هان بقولي هون بيش كذا كذا طبعا زي ما أنا معلمهم انت كمان علمهم تمام هادي أول واحدة هي التانية نون ديكس ونوت بي اللي هو الصفحات يعني اللي إحنا بدنا شيئاها وهدي يا سيد العزيز برضو بتتعلق في التيكس تبع الصفحات تمام ها معلمها أول واحدة ولهو نوت بي كمان ماشي يا سيسو طيب في ضايل إشي تاني طبعا بالنسبة لجوجل كونسولة جماعة لو أنا إجي الدخلت عليه بالشكل هاد طبعا على افترادة جماعة انه هادي هي المدونة تمام خليني أدخل على ملفات السايت ماب وبدأ أجي على الكود الكود أنا اللي بهمني فيه بس هدول تمام لو أنت ركزت في عندي كلمة نسخ سايت ماب اكس ام أل تمام خليني أجي على الكود طبعا بدي أجي بدأ أحزفها من هان السايت ماب اكس ام أل تمام أنا ما بديش إياها مؤقتا عشان بدأ أضيفها من خلال الكود اللي عملنا ها هي يا سيد العزيز حزف ويعطيك ألف ألف عافية طبعا يا جماعة بدي اجي اضيفه بنفعش اضيفه هان لازم اضيفه في المكان تبعه ادخل على ملفات السيت ماب ومن هان اضيفه هي لسق وهي اضافه مباشرة يا جماعة اضاف معي طيب تمام اسيسو ماشي يا معلمي يعطيك الف الف عافية اوكي بدي اجي اضيف الكود التاني تبع الار اس اس هاي نسخ تمام وخليني اجي على الار اس اس بس احزفه عشان اضيفه من تاني تمام حتى كمان بحدث معي في الداة لو انت لحظت هنا عنوين يو ار ال المكتملة ستة تركز فيها تمام هنا ايجيت حزفت هذا ايجيت لسقط الجديد هو هو برضو تمام لو انت ركزت يا اصدقائي ايش اللي صار معي انا بقول لي ستة على فكرة هذه كمان كانت ستة وصارت معي تسعة زود لتلت مقالات لانه بالفعل انا اضفت تلت مقالات جديدة في المدونة الاصلية تبع الجوكر نفسه المهم الكودة جماعة عملي وانا حابب الكل يستغله على اساس يستفيد منه بالنسبة للكود هات طبعا الكود الرابط طبعه هيكون موجود في الوصف على اساس تستغله اتمنى اني اكون افدت والله يعطيكم الف الف عافية وكل التحيات وسلام عليكم